اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بخمسين نقطة اساس خلال اجتماع القادم هو تسعة وسبعين فاصل سبعة في المئة وحسب احصائيات رويترس بتوقعوا بواحد والثمانية في المئة ان يكون الرفع اصبح الان هو كمان ايضا تكرار الرفعات هناك توقعات من قبل السوق باعلى مما يتوقعه الفدرالي الامريكي ان يكون الرفع من قبل الفدرالي الامريكي بثماني او تسع مرات فهذا يبقي الاتجاه الصاعد على مؤشر الدولار الامريكي شفنا مستويات المئة وبتوقع انه ثبات فوق مستويات المئة يعني الاتجاه الصاعد على شرط انه يكون ثبات فوق ثبات فوق مستويات التسعة والتسعين حتى نقول انه البقاء في الاتجاه الصاعد لمؤشر الدولار الامريكي أيضا نترقب شيء مهم ومؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أسعار المستهجين متوقع أنه يكون بـ 8.5% بعد وصوله الأعلى مستوياته منذ 40 عاما عنده 7.9% بتابع الفدرال الأمريكي الكورب PCE ومؤشر التضخم اللي بهمه في متابعة أو طريقته في رفع أسعار الفائدة وهو وصل لـ 5.4% والمستويات المستهدة في الفدرال الأمريكي بحسب مؤشر كورب PCE هو عم نحكي عن 2 في 100 نعم إذن لنا هذه القوة التي اكتسبها مؤشر الدورات تبعا منذ بداية تعاملات هذا الشهر في ظل التداعيات الجيو السياسية التي تؤثر على اليورو أيضا بشكل كبير وضغوط على اليورو إن كانت ضغوطة ضخمية أو من سبب تداعيات الجيو السياسية الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا كيف تصفين أداء اليورو في ظل هذه الضغوطات أيضا وما هو المتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا نعم بالفعل شهد اليورو ضغطا هابطا وصبولا إلى مستوى الواحد فاصل الثمانية وتضرر اليورو بفعل التوترات السياسية الجيو السياسية الأوكرانية الروسية وخاصة بعض طلب وزير الدفاع الألماني من الاتحاد الأوروبي وقف واردات الغاز الروسي فبذلك تضرر بالفعل بشكل كبير لكن عم نشوف اليوم بعض الارتفاعات وهو على اليورو مقابل الدولار وبسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتقدم الرئيس الفرنسي ماكرون بتقريبا 28.6% مقابل نظره 23.4% في المئة فهذا التقدم دعم قليلا اليورو والارتفاع لكن بشكل عام اليورو ما زال في اتجاه هابت لأن كما ذكرنا حتى لو قام البنك المركزي الأوروبي نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير في منطقة اليورو لكن سيقوم الفدرائي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية قبل البنك المركزي الأوروبي فهذا يبقي الضغط الهابت على اليورو برأيي وأيضا نحن لا ننسى أن هذا الأسبوع نتوقع قرار البنك المركزي الأوروبي لا شيء سيحصل لكن سنراقب أي توقعات حول سياسته المستقبلية وخاصة حول رفع أسعار فائدة نتيجة ارتفاع أسعار التضخم نعم محللة أسواق مالية في إكويتو جروب الأستاذ اللي نقل نوع كنت معنا من دبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا